أيضاً من الأخبار المهمة والحلوة الجمهور عندما تتكلم عن الرياضة يجب أن تتكلم أو مش يجب أنت لازم تتكلم عن أو في بداية كلامك لازم تتكلم عن الجمهور فأن يكون هناك قرار من رابطة الأندية بالتعاون مع كل المؤسسات المختلفة مؤسسات الدولة المختلفة للوصول بالعدد الجمهور إلى 20 ألف مشجع كما أكدت الرابط أن الفترة اللي جاية سيرتفع أعداد الجماهير إلى 20 ألف مشجع لكل مباراة من مباريات الدولي المصري وكذلك نهائي كأس الربطة للموسم الحالي وذلك تبقى للطاقة القصوى لكل ملعب وحرصت الرابطة على توجيه الشكر إلى كل مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية لتلبية طلبها بزيادة أعداد الجمهور قرار مهم جداً 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 أنا من وجهة نظري أن هذا القرار هو القرار الأهم خلال هذه الفترة خلال الفترة اللي احنا بنتكلم فيها دي أنا وجهة نظر أن القرار ده أهم قرار لأنه بداية عودة الجمهور بهذه الأعداد أو العشرين ألف أعتقد أن هي بداية لتصحيح مصار كرة القدم المصرية كرة القدم المصرية بتمر بظروف رائعة وجميلة وحلوة وكل حاجة ولكن في النهاية هتبقى حاجة حلوة جداً 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 أن احنا نشوف كل مباراة عشرين ألف متفرج تزبطها إزاي يعني لما أمبي حيلعب مع بيرامدز مثلاً هتزبطها إزاي تتزبط المهم يبقى فيه عشرين ألف أعتقد أن احنا مش هنشوف العشرين ألف غير في مباراة أهلي زمالك إسماعيلي اتحاد المباريات الكبيرة الجماهيرية الكبيرة يعني لأنه المؤسسات أو الشركات ما بتبقاش عندها عدد كافي من الجماهير وبالتالي احنا عايزين نشوف العشرين ألف متفرج في المباريات الأهلي وعايزين نشوفهم في مباريات الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكنداري فالحقيقة عندنا مباراة أو عندنا فترة القادمة الجمهور مش الفترة القادمة هو في العادي بتاعنا الجمهور هو الأساس في كل شيء فزي ما حضراتكم شايفين ان شاء الله خلال الفترة القادمة حيكون فيها 20 ألف متفالج بداية أنا بشكر رابطة الأندية المحترفة على هذا القرار وأنا عارف أنهم تعبوا الدقيق عشان يوصلوا لهذا القرار في وجود مؤسسات رائعة مؤسسات مصرية كانت حريصة الحقيقة خلال الفترة السابقة سواء الداخلية سواء كل الأجهزة المعنية بهذا الأمر كان لهم دور كبير جدا 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 في عاودة الجمهور نتمنى أن احنا نشوف الجمهور خلال الفترة القادمة في الملعب الجمهور نفسه بقى يبتدي يرجع الملعب مرة تانية أنا عارف الموضوع هيبقى صعب في الأول ولكن بعد كده نشوف الأعداد صعب بعيدا عن جمهور الأهلي وجهة نظري والزمالك لكن بقية الأندية حتاجت صعوبة شوية في وجود عشرين ألف متفارج أهلي وزمالك إسماعيلي والتحاد الباقي كله هتبقى الأمور عنده يمكن البلدية شوية كمان الباقي كله هتبقى عنده مشاكل فعشان كده شكرا جزيلا لكل مؤسسات الدولة على بداية عاودة الجمهور بشكل طبيعي إن شاء الله لما نبقى في عشرين ربنا يسهل كده والأمور تمشي بعدها بشوية تلاقوا فيها ربعين ولا خمسين ألف تبقى مباراة أهلي وزمالك وتلاقى أربعين خمسين ألف متفرج ما بين مقسمين ما بين الناديين تبقى حاجة حلوة وحاجة جميلة بعد كده تشوف في استاد الأهلي أو في استاد القاهرة نص ساعة الاستاد أهلي ونص ساعة استاد زمالك زي ما كنا بنشوف زمان أيام ما كنا احنا بنلعب بعد كده نشوف استاد مصر اللي في العاصمة الإدارية الجديدة هذا الاستاد الرائع اللي احنا شفناه خلال التمرين المنتخب ما قبل سفره تجد تسعين ألف متفرج فحتلاقي نصه يبقى أهلي ونصه زمالك نصه يبقى أهلي ونصه يبقى اسماعيلي نصه يبقى أهلي ونصه يبقى اتحاد تجد المباريات الجماهرية إن شاء الله اللي تلعب في هذه الاستادات الكبيرة والعظيمة والعريقة فيها جماهرها أنا اللي متأكد منه إن أنا حاجة جمهور النادي الأهلي متواجد في كل مباراة إن شاء الله طبعا على قد ما يقدر أن أعرف إن في مباراة بتبقى في وسط الأسبوع وبيبقى فيها شغل وبيبقى فيها مدارس وبيبقى فيك أمور من هذا القبيل لكن أنا متأكد المباريات اللي هتبقى فيه والحاجات دي هتبقى كلها مملية على آخرها 20 ألف متفرج إن شاء الله نجد 20 ألف متفرج في بقية المباريات القادمة